طيب إحنا أنت كنت تفرج على الحكام بتوع زمان؟ آه طبعا طيب إحنا عندنا مجموعة من الحكام زي مثلا إيه الكابتن محمد لطيف حكم قبل كده بس مشوفتوش ألي لا ما أنا عارف ما أنا ما شوفناهوش أنا شفت بابا بيضيع بس يمكن أنت شفتوك أبا مصطفى لا وكان الكابتن حلم حسن حلم الله يرحمه وكان الكابتن علي أندييل فرجت على شوفتك طبعا فرجت على الكابتن حسين إمام مول الخولي لا الخولي ممكن شفتوه مباراة مسجلة ومصطفى كامل منصور لا ومصطفى كامل محمود آه طبعا وكابتن أزل هواري آه شفتو برضو في تسجيل وكابتن محمود عثمان آه لا لا شفت كتير كابتن محمد محمد حسام الله يرحمه كابتن حسام طبعا لعبت مع كابتن حسام على فكرة أنا لعبت مع حكم هو حكم وأنا حكم مساعد طيب اتفرجت عليهم على جزء منهم مين اللي كان بيعجبك في الشخصيته وفي الملعب؟ شخصيت الملعب؟ أو أنت سمعت على مين فيهم كانت شخصيته هي اللي بتقدر تدير المباراة؟ بص أنا علي أنديل متأثر جدا جدا أنا بشخصيته ربتنا علي أنديل في التحكيم وفي الإدارة ده مكان قوي رجل قوي والمنظر والمظهر وكل حاجة رجل قوي رجل قوي معتز بنفسه كان بيتفهم برضو غلط زي ما ناس كتير فهميني غلط يقول له ده انت مغرور مش عارف ايه كان حاجات كتير كده كانت أوقات كده ناس بتستضلك بالضبط كده من الناس اللي أنا أخدت منه على فكرة أنا يمكن يمكن الناس دي كلها اللي شفتهم أنا يمكن اتكونت من الناس دي إن أنا أخدت من كل واحد حاجة ودي شطارة طبعا أنا كان يعجبني حاجة في حد أحاول إن أنا أطبقها أحاول أعملها قالي عنديل الشخصية القوية الرائعة كانت حسين فهمي التحرقات والفنيات العالية محمد حسام الشياكة في إدارة المباريات وبرضو كده حد وقف على رجليه أيا كان مستوى الأداء في المباراة لكن في حد وقف على رجليه في الملعب له حضور كابتن محمود عثمان الزكاء لا ده كابتن ده حبيب الزكاء الإدارة إدارة المواقف يعني أنا مش عايزة أنتسى حد عايزة أقولك ما فيش حد تفرجت عليه ما تعلمتش منه ترجمة نانسي قنقر